موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولتنا الصحافية وحلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام نستعرض فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية موسيقى مبنى مشاهدين الكرام من صحفة طريق الشعب إذ تناول جاسم الحلف قضية الاحتجاجات المطلبية التي تعبر عن معاناة الشعب العراقي وتجهل الحكومة المستمر للاحتجاجات وهو ما يعكس مدى الفساد وعدم الاكترانة بالمعاناة الشعبية الحلف يصلط الضوء على البطالة المستفحلة بين الشباب وغياب الفرص الوظيفية وأكد أن السلطة مغمورة في وهم الاستقرار وغير قادرة على رؤية الاحتجاجات في مؤشر إلى احتمالية نشوب انتفاضة شعبية جديدة عادت مجدداً الوقفات الاحتجاجية المطالبة بفرص العمل بوتيرة لافتة رغم أن إعلام طغمة الحكم يتجاهلها فإغماض العين عنها لا يعني عدم وجودها وإنما هو مجرد محاولة لإنكارها كونها تذكر المتنفذين باستحقاق الكرامة الذي يتطلع إليه الشعب والمتنفذون لا يرغبون طبعاً بسماع أي مطلب يخص المواطنين وهم لا هم لهم سوى الاحتفاظ بالسلطة والانتفاع بها كما أنهم لا يدركون خطورة تداعيات البطالة واستفحالها في أوساط الشباب غارقين في وهم سيطراتهم على السلطة دون معارضة تهز عروشهم بعد أن أحكموا قبضتهم عليها وبعد أن غابت ازعاجات المعارضة الرسمية لهم فيما المعارضة الشعبية الجذرية تمر بنوع من الوهن وقد تناسى المتنفذون شبح الانتفاضة التي أرقتهم وصاروا لا يبصرون احتمال اندلاعها مجدداً لتقض مضاجعهم هذه المرة مع انتظام العاطلين عن العمل وكل من ينشدون العيش الكريم في سوح الكفاح معلنين ثورتهم السلمية على سارقي مستقبلهم ومبددي آمالهم بإراق يضمن لهم العيش الكريم ونقرأ مشاهدين الكرام للكاتب نوزاد حسن مقاناً في صحيفة المدى طرح فيه مشكلة أخرى ناتجة عن الفساد والإهمال الحكومي وهي قضية بناء البنية التحتية كجسور المشاة إذ يروا الكاتب كيف أن الطلاب في ديالة يطالبون ببناء جسر لتجنب الحوادث هو ما يعكس الإهمال الحكومي للمتطلبات الرئيسة والأمان العام وهنا يذكر الكاتب الفجوة الواسعة بين احتياجات المواطنين البسيطة واستجابة الحكومة البطيئة أو المعدومة ويختم الكاتب بالتعبير عن الخوف من أن تستمر هذه الدورة من الإهمال حتى يحدث مكروه يستدعي الاهتمام ولكن بعد فوات الأول هناك قصص تحدث يومياً لا يمكن تصدقها قصص المسؤول عنها غائب ومطمئن أنه غير معني بما يحدث من هذه القصص تظاهرة لمجموعة من طلاب إحدى الكليات في ديالة يطلبون من الجهات المعنية أن تقوم ببناء جسر يجنبهم التعرض للحوادث لا سيما وأن إحدى طالبات الكلية قد تعرضت لحادث دهس كاد يقتلها لذا انطلقت مظاهرة للطلبة من أجل تشييد جسر لا أظن أن تكلفته ستكون كبيرة أولئك الطلبة يحلمون بجسر عادي ولا يمتد لعدة كيلومترات جسر عادي جداً لا يمر تحت البحر ولا يحتوي على أماكن ترفيه وأماكن للنزهة لنقل بعبارة دارجة المتظاهرون من طلبة الكلية يريدون من الجهة المعنية أن تشيد جسراً للمشاء أعني جسر نصرد ومع ذلك فهذه إحدى أكبر الأمنيات التي لا يمكن تحقيقها العراقي لم يعد يطلب إلا ما هو ضروري للعيش نسينا الترف الذي يمكن أن توفرها الدولة لرعاياها لا نريد جميعاً إلا ما يجعلنا في مأمن من الجوع والمرض والحوادث إن مثلث الموت هذا يحاصرنا ويخطف منا يومياً ضحايا وضحايا إلى صحيفة الجارديان التي نشرت مقالاً للكاتبة الصحفية الكندية اليهودية نعومي كلاين ذكرت فيه أنه لا توجد حاجة في عيد الفصحة صنم الصهيونية الباطل وشددت على أن اليهود يحتاجون إلى التحرر من المشوع الذي يرتكب العبادة الجماعية باسمهم وأوضحت الكاتبة اليهودية أن الفكرة التحرير في الصهيونية السياسية هي نفسها تجذيفية كما تقول الكاتبة لأنها تتطلب طرداً جماعياً للفلسطينيين من ديارهم وأرضهم التي ورثوها عن أسلافهم وهنا تؤكد أن هذا الصنم الباطل الصهيونية يسوق قصف كل جامعة في غزة وتدمير ما لا يحصى عدده من المدارس ومراكز الإرشيف والمطابع ودور النشر وقتل المئات من الأكاديميين والصحفيين والشعراء ما أريد أن أقوله لكم هذه الليلة التي تشهد في الشوارع والطرقات احتفالية عيد الفصحة التاريخية هو أن الكثيرين من أهلنا عادوا ثانية لعبادة صنم باطل تجدهم منتشين به ثميلين عليه مدنسين به وهذا الصنم الباطل يسمى الصهيونية إنه صنم باطل يأخذ حكاياتنا التوراتية الأكثر عمقاً وتأثيراً حول العدالة والتحرر من العبودية حكاية العبور عيد الفصح ذاتها ويحولها إلى أسلحة وعشية لممارسة الاستعمار والنهبة ولرسم خرائط الطريق نحو التطهير الأرقي والإبادة الجماعية فكرة التحرير في الصهيونية السياسية هي نفسها تجديفية فهي تتطلب من البداية طرداً جماعياً للفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم التي ورثوها عن أسلافهم وهو ما حدث في النكبة في هذه الأثناء في هذه المدينة تستدعي الجامعات شرطة نيويورك لتحصن نفسها من التهديد الخطير الذي يشكله نفس طلابها الذين لديهم الجرأة على توجيه أسئلة أساسية مثل كيف يمكنكم أن تزعموا الإيمان بأي شيء على الإطلاق بما في ذلك الإيمان بنا نحن بينما أنتم تمكنون من يمارسون الإبادة الجماعية وتستثمرون فيهم وتتعاونون معهم في مقالة لصحيفة نيويورك تايمز كتبه شارلس بلو يشير إلى تجدد النشاط الطلابي المناهض للحرب في الجامعات الأمريكية مشبهاً إياه بحركة الاحتجاز ضد حرب فيتنام في حقبة الستينيات هنا يلحظ بلو أن هذه الحركات الجديدة التي بدأت في جامعات مثل كولومبيا تعيد إلى لذان تلك الحقبة عندما تصادم الطلاب مع السلطات في أثناء المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو عام 68 من القرن الماضي وذكر الكاتب أن الاحتجاجات الحالية تدار بروح مماثلة لتلك التي حدثت في أثناء حقبة الستينيات من القرن الماضي إذ يعبر الطلاب عن استياءهم ورفضهم للظلم والحروب بتجمعات وتظاهرات في الحرم الجامعي مستفيدين من الحرية الصيفية لتكثيف نشاطاتهم الاحتجاجية الشباب على وجه الخصوص يتابعون الحرب بين إسرائيل وحماس على وسائل التواصل الاجتماعي ويشعر الكثيرون بالرعب مما يرونه لقد نشأوا أيضاً مع الحركات الاحتجاجية احتلوا وولد ستريت وحياة السود مهمة وحملة باركلان بولاية فلوريدا وحملة السيطرة على الأسلحة الطلابية كخلفية لحياتهم دعا أكثر من ألف قس أسود الرئيس أمريكي جو بايدن إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ونحن نشهد انتشار الاحتجاجات المناهضة للحرب عبر حرم الجامعات وكما حدث في عام ثمانية وستي وتسعمائة وألف سينتهي الفصل الدراسي قريباً وسيغادر هؤلاء الطلاب للصيف ما يتيح المزيد من الوقت والطاقة لتركيز جهودهم على المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو في آب أغسطس وفقاً للكاتب ويعتقد كثيرون أنهم يشهدون إبادة جماعية بمساعدة وتحريض من رئيس أمريكي دعموه إنهم يشعرون بأنهم متورطون شخصياً في صراع يستمر في عدد القتلى في الارتفاع دون نهاية في الأفق وهذه مسألة أخلاقية بالنسبة لهم ولن يتغير موقفهم بسهولة في مقالة نشرته الجزيرة ناقش هذا المقال التحول في استراتيجية الانتخابات الهندية إذ يحاول رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحويل الانتخابات إلى صراع بين الهندوس والمسلمين مودي وحزبه باراتيا جاناتا يعدان أنفسهما حماة المصالح الهندوسية ويصوران الأقلية المسلمة بصفة التهديد مودي استخدم لغة تحريضية في أثناء خطاباته وأكد أن المسلمين أشار إليهم بأنهم المتسللون وهم يهددون الطبقة الهندوسية بزيادة عدد أفرادهم هذه التصريحات أثرت ردود فعل قوية وطلبت العديد من المنظمات باتخاذ إجراء ضد مودي لتحريضه على الكراهية ومنها الاتحاد الشعبي للحريات المدنية الذي طالب بمنع مودي من الترشح للانتخابات بسبب هذا التحريض الطائفي العلاني يعتبر مودي خبيرا في صفير الكلاب لقد أتقن فنسب المسلمين والاستهزاء بهم والهجوم عليهم دون أن ينطق بكلمة مسلم على سبيل المثال خلال فترة توليه منصب رئيس وزراء ولاية كوجارات في 2002 نشبت أعمال شغب أدت إلى طرد آلاف المسلمين من منازلهم وإجبارهم على الإقامة في مخيمات الإغاثة وعندما بدأت حكومة الولاية في هدم هذه المعسكرات وواجهت انتقادات بسبب ذلك قال مودي إنه لا يستطيع السماح لمصانع إنتاج الأطفال بالعمل وفي خطابه الأخير أشار مودي بشكل مباشر إلى المسلمين على أنهم أولئك الذين ينجبون المزيد من الأطفال والمتسللون مما أثار نظرية مؤامرة شريرة مفادها أن المسلمين غرباء ويهدفون إلى التفوق على الأغلبية الهندوسية ومن الواضح أن رئيس الوزراء يلعب لعبة خطيرة إذ يحول الانتخابات إلى حرب بين الهندوس والمسلمين ويشعر بعض المحلدين أن حزب بهاراتيا جانتا أصبح يائسا لأنه لم يتلقى الدعم المتوقع في المرحلة الأولى من الانتخابات وقد دفعه هذا اليأس إلى تجربة صيغته القديمة المتمثلة في الاستقطاب الهندوسي من خلال توليد الخوف من سيطرة المسلمين على الهند هذه وقفة قصيرة مشاهدين مع رسوم الكاريكاتيريا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة حتى استغاث منهم ترام الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم قال مدير المكتب الأعلامي الحكومي في غزة اسماعيل الثوابتة إننا نؤكد أعدام جيش الاحتلال مئات النازحين والجرحى والمرضى داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خانونس وأضاف الثوابتة أن الحديث الذي يحول فيه الاحتلال الهروب من جريمتي في مجمع ناصر الطبي حيث عثر هناك على مقبرة جماعية هي تمثل أكاذيب لتضليل الرأي العام وهناك العديد من الأدلة على ذلك وبخصوص هذه الأدلة ذكر الثوابتة أن بعض الشهداء الذين تعرف عليهم بعد انتشارهم من المقبرة الجماعية كانوا أحياءاً عندما اقتحم جيش الاحتلال مجمع ناصر في الرابع والعشرين من شهر آذار وعند خروجه في السابع من شهر نيسان وجدتهم الفرق الحكومية مدفونين وهذا الأمر أكده ذوي الشهداء الذين كانوا على تواصل مع ابنائهم قبل اقتحام المستشفى وأشار إلى أن عمق المقبرة الجماعية التي عثر عليها يؤكد أنها حفرت بآليات كبيرة كجرافات قوات الاحتلال أضاف أيضاً لقد قام الجيش بقصف بعض الأقسام داخل المجمع وأحرق بعضها وقتل بعض الجرح الذين كانوا داخل المجمع ثم ارتكب جريمة ضد الإنسانية باكتياد عدد من الأطباء وأفراد الفرق الطبية من مجمع ناصر طبي لجهة مجهولة وارتكب جريمة الإخفاء القسري ضدهم نتابع الآن مشاهدين المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة